السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة سين التعقيد وده الفيديو رقم عشرة بتهيئ لي على القناة فيه كورس الجرامر كورس الماث كورس الكراءة بعد الفونيكس كورس المحادثة كورس العقيدة كورس الفونيكس وده كمان كورس تأسيس عربي من صفر خاص يعني ليسا الطفل اول مرة ياخد حياته تلات سنين اربع سنين اول مرة ياخد حروف وان شاء الله هيكون برضو كمان في كورس لكيجي تو اللي هو الفحاقات فتح وضمه كسر ومدود لكن هيبدأ النهارده بالفئة اللي هي تلات سنين ونص واربع سنين من صفر خاص تأسيس عربي من صفر يعني لو انت كيجي تو واخد ده كله استنى الفيديو ان شاء الله الجديد هينزل فيه الحركات باذن الله تأسيس عربي وشد كلها هتكون في الصيف بإذن الله أول حاجة بعرف ابني إزاي يشتغل أو يقرأ الحرف وإزاي يكتبه الحرف ده اسمه إيه ألف همزة واحد أو ألف وعلى راسه همزة زي ما أنت شايف كده بفضل أعيد وزيد ألف همزة ده لو أول مرة ياخد حروف ألف همزة هناخد في الحصة حرفين ونعرفهم نكتبهم إزاي ونعمل لواجبات إيه بالظبط ألف همزة ألف وعلى راسه همزة ألف وعلى راسه همزة بكتبه إزاي بجيب الألم بتاعي ونزل تحت من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت طب إيه ابني لسه خанийده وما بتاعملش نمسك الألم هعمل له نقاط ويمشي على النقاط هعمل له نقاط ويمشي على النقاط اسمه إيه الحرف ده ألف همزة ألف همزة واحد وعلى راسه همزة و ولاش نكتب الهمزة فوق لازقه في الألف على طول لأ لازم نعمل إيه لازم نسيب مسافة لازم نسيب مسافة وهقول لكم حاجة مهمة جدا جدا لازم الطفل يعرف ان الالف حاجة والهمزة حاجة الهمزة مش مرتبطة بالالف بمعنى ان الالف همزة ده كان ماشي في يوم الايام والجو حر جدا 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 والصحر راح لكل حروف عشان عايز حد يضلل علي زي ما تشايف واحد مش عرصه حاجة الشمسة تحرقه راح للباق مرضيش من اللي يقف معه الهمزة قلت ان هقف راسك اضلل عليك لكن وقت ما احب امشي همشي برحتي انا مش مرتبطة بي لان يمكن الالف يجي بدون همزة ممكن الهمزة تيجي لوحدها فالحروف اللي هو العربية تسعة وعشرين حر من الالف العندليا والهمزة ده حرف الواحده يبقى الحروف كلها تسعة وعشرين حر يبقى ده اسمه ايه الف همزة والوراية الف همزة الف همزة واحد وعلى راسه همزة بكتبه ازاي ابن بيعرف يكتب وهينزل من فوق لتحت ابعرفش يكتب هعمل له نقاط تاني الف همزة انا مش هطور شان وقت الفيديو بس انت لازم تعيد مع ابنك الف همزة الف همزة واحده عرسه همزة تاني حرفي معانا هو حرف الايه هناخد في الحصة حرفين حرف الباق اسمه ايه باق اسمه باق نقطة تحت باق نقطة تحت زي ما انت شايف بنمسك القلم ونعمل الطفل يبص كده انا هجيب القلم اهو اهو بنيجي عالسطر كده ونعمل له كده خطوط كده بس نقط وهو يمشي عليها عشان شابه حرف الباق بس القلم مش مزبوط معايا هنه تاني باق نقطة تحت باق نقطة تحت طبق تحت ايه نقطة بنيجي عالسطر بنعمل له زي ما احنا قلنا كده شورط كده بالخطوط هو يمشي عليها عشان ايه او نقط تاني باق نقطة تحت با نقطة تحت ألف همزة واحد على رأسه همزة با نقطة تحت نقطة فين؟ وسأله كده نقطة فين؟ نقطة تحت زي ما أنت شايفه با نقطة تحت با نقطة تحت تاني ألف همزة ألف همزة با نقطة تحت با نقطة تحت صغير خاصة نحرف نيجو مع بعض ايوه ايوه انا مش يجو مع بعض تاني الف همزة الف همزة ايوه الف همزة الف همزة باق نقطة تحت ايوه 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 اشاور كده ليه عشان ايه ياخد بال وافضل اعيد وزيد تاني الف همزة الف همزة باق نقطة تحت الف همزة باق نقطة تحت ايوه انا اعمل لي بقى الواجب هتجيب الالف همزة نقطة كده 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 والهمزة كده نقطة بس فش عارف عمل نقطة هنا وهي ينزل بقى عمود وعمل له كده مصطرة مصطرة في كل صفحة ثلاث حروف الالف ينزل بها عمود الاول هعمل له حرف الالف فوق كده عشان يلونه كده مزلل وهو يلونه دي شكل كراسة وتحت الكراسة هعمل له الالف كده وينزل بقى عمود والالف وينزل بقى عمود والالف وينزل بقى عمود ثلاث مرات تمام وحرف الباق نفس الحكاية هعمل حرف الباق فوق كده وظل الهولو وتحت اسم كراسة مصطين هو ينزل بها ايه حرف الباق ينزل بها عمود ابن بيعرف يكتب هكتب حرف الباق ينزل بها ما برفش يكتب هيعمل ايه هعمل له نقطة عشان يمشي ايه يمشي عليه بس ده اول فيديو ياريت لو حابين نكمل في السلسلة تعرفونا عشان هكون فيه سلسلة في العربي في الحساب وفي الماث ان شاء الله باذن الله تعالى والناس اللي فيها كيشتوه هينزل فيديو ان شاء الله الحركات باذن الله على طول بعد ده باذن الله اشوفكم على خير ستشوف كرس الفونيكس وكرس المحادثة وكرس الجرامر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته